لا تقتصر عيوب موازنة عام 2019 على وجود ثغرات كثيرة في مواد قانونها وغياب أسس إعدادها واعتمادها وبالتالي نكبة اقتصادية جديدة على الشعب العراقي بل إن عيوبها وصلت حد العشوائية في وضع الفقرات التي تتضمن الزيادة في الإنفاق هذا ما بينه موقع المونيتور الأمريكي في تقرير شخص العيوب بل الطامة إن شئت الحقيقة في موازنة هذا العام اختلاف واضح للموازنة الحالية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية حيث ازداد الإنفاق بنسبة 27.8% كما وصلت نسبة أقصاد الدين الداخلي والخارجي إلى 31% الزيادة بنسبة الإنفاق والديون في آن واحد تدل على مزيد من رهن الاقتصاد العراقي للقوى الخارجية في حين أن هذا الإنفاق العبثي ليس له على أرض الواقع ما يدل عليه كإقامة المشاريع وإصلاح البنى التحتية والقضاء على البطالة والفقر وإعمار المدن المدمرة وهنا يطرح السؤال إلى أين ذهبت زيادة الإنفاق؟ يجيب موقع المونيتور إن زيادة الإنفاق ستذهب لصالح إرضاء الفاسدين من خلال عشوائية الصرف المالي الذي يعتبر نهجا تتبعه الحكومات التي تريد تمرير صفقات الفساد ويضيف المونيتور أن العراق حصل على 18 درجة من 100 في تقرير مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مع عدم التزامه بتنفيذ الموازنة المالية بشكل كلي لكن العجب يكمن في طريقة إقرار مشروع الموازنة حيث يؤكد موقع المونيتور أن البرلمان لم يناقش وزارة المالية في إقرار مشروعها وقام بحذف المواد وتعديلها من دون الرجوع إلى وزارتي المالية والتخطيط والأدهى من ذلك أن النواب عندما صوتوا على مشروع الموازنة فإنهم لا يعرفون على ماذا صوتوا وما هو مضمونه وللعراقي أن يتعجب اشتركوا في القناة